موسيقى الأنظار معلقة بجلسة يعقدها مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع المنذر بالتفجر في شبه الجزيرة الكورية الجلسة الطارئة تأتي بطلب روسي أملا في إرسال إشارة حازمة تدفع الأطراف لممارسة ضبط النفس وستحدد الأحوال الجوية في أي وقت من الآن وحتى بعد غد تبدأ كوريا الجنوبية منوراتها برغم تهديد الشمال بعواقب كارثية إذا ما مضت سيول في تنفيذ خطتها وضع دفع الصين من جهتها للتحذير من خطورته إن الوضع في الجزيرة الكورية بات قلقا للغاية وشديد التعقيد والحساسية إن الصين تشعر بالقلق إزاء الموقف وكنا أشرنا مرارا إلى أن شعب الشطرين الجنوبي والشمالي سيعاني كثيرا إذا ما تفجرت مواجهة دامية وستكون بمثابة مأساة قومية بل إن الاستقرار الإقليمي سينهار إذا حدثت المواجهة وستعاني الدول الجارة بدورها وكانت بيونج يونج قد هددت بتكرار ردها بالذخيرة الحياة على المناورات الجنوبية التي تعتبرها استفزازا وهو ما فعلته في الثالث والعشرين من الشهر الماضي حين أوقع القصف الشمالي لجزيرة يونج بيونج مدنيين وعسكريين جنوبيين قتلى نصف برالي بي 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر